الراتل دو الله ما بكفي حتى تزور فطورة العامل دبرها و بس فطورة انت تمشي المؤسسة تركب معصرات عشان تصل مؤسستك وتجي راجع وتفطر هو ما بكفي غير انك تكون انت محتاج لحاجات تانية ووراك ناس انا كامل امامي جاهد حسي لو ما غاربنا انه مرتبة العام نأخذه و مع ظرفي بأسري ما هيبعد ما هي خمسة يوم أو ستة يوم أو ستة و لو بعض سبع يوم يعني ده فرق كبير جدا انه هنا هي قاعد انه أنا بينمشي المتة وتمشي بتتركب مواصلات وتفطر منه والمسؤوليات الوسرية تجيجة عن الوقت الضعيف لانه انا برضو في وقت الزيادات بنسبة للمرتبات كان قاعدين ناعد انه لازم نكون في ضبط في السوق عشان نقدر يحصل هنا الموازنة انا شغال في مؤسسة حكومية طولا لا موفر لي ترحيل لا موفر لي وجبة لا موفر لي مقاومة عمل يعني انا ممكن اجي من بيتي مويا عشان اشرب عشان لي قارورة صافية عشان اشرب مويا قضي اليوم دا واتفادة اني مثلا ما ادخل في حالات لاي فشل كلوي والحاجات دي لجنة عليا للمطالبة باستحقاعة العاملين بالولاية اللجنة دي بدت خاطبة الحكومة امهلتها فترة زمنية كان لمطالب محددة المطالب كانت ربارة عن متأخرات شهور واحد واثنين وثلاثة وفي بدل وجبة لشهرين 11 و 12 في العام 2021 يعني صراحة اتخيلي انت بدل وجبة في 2021 شهري 11 و 12 انت في شهر ستة ما اخذت المهل مالتساكت نتكلم انه الادراب هو السلاح الوحيد بالنسبة للعاملين الممكن ان يجبه ها مقالبهم لانه سلاح مجرد وشغل تلك المغابات لأن العامل مما يقول أننا نضرب على العمل ويجيب الحتة الوهيدة من يقدر أن نستفضله ويجيب لها حقه هو الإدراب هذا الإدراب بدأناه هو أول حاجة بمخاطبة تجمعة اللجان من كل لجنة فرعية لمؤسسة يتجمعت السمد باللجنة العليا لمطالبة استحلاقات العاملين بالولايات اللجنة العليا بدأت أول حاجة بمخاطبة الحكومة إنها توفر لها حاجاتها وقعدنا مع الحكومة ومها أوفت بوعودة في النواحي المالية وبعد ذلك عملنا الإدراب الجزئي الإدراب الجزئي كان فأحني فيه الطوارئ برضو ما فيها استجابة وبعد ذلك فكنا أسبوع حتى الإدراب الجزئي قبل العيد وبعد العيد جناداخلين بعد ذلك قعدنا أسبوع ودخلنا في الإدراب المفتوح الآن الإدراب المفتوح في اليوم السلتاشر تقريبا وما في أي قبوة من ناحية الحكومة ب edits عننا وحتى ما دار تجلس معنا ولا دار تعرف حقوبنا هي شنو وما معترفة بيها اطماعا احنا طبعا والله التردي الحصل ومستعار حدمة والظروف البيئية الحصلت في المأسفات دي الحاجة دي كلها والله من الحمد الحكومة مسؤولية التردي الحصل نشيجة الاضراب لانه الولاية الان ده الاسبوع التالت هي خاشة في اضراب ابسط حاجة مفروض يجبسوا مع الناس يشوفوا حقوق دي لقدرشمية يستطيعوا يتزموا بيجزة منها الحقوق اللي يجزوا منها معنوية يعني كان اقل شيء الجزء المعنوي اللي يتم حلو بشكل اداري كان ممكن تحل يعني ما مسألة معقدة ولا مسألة صعبة لكن للأسف الشديد ما في اي استجابة ما في اي رد فنحنا نحمل كامل المسؤولية لأي ترد يحصل في الخدمات وكل الحاجات اللي حصلت دي مسؤولية كاملة حكمت الولاية نظمنا اليوم وقفة احتجاجية امام مقر امانت الحكومة وذلك المطالبات باستغاغات العاملين من فروقات بدل عدوى يعني حوق مطلوبة فروق شريعية وناس بكل سلمية وانستخدمين كافة الوسائل السلمية الكفلتها الدستور والشريعة من الوقفات الاتجاجية واذا تعزم الامر ممكن هنضطر لاستخدام وسائل اخرى في الاضرابة المفتوح ومن المتوقع بعد تسليم المذكرة والردود اللي حصلنا من قبل الحكومة ربما يكون الاسباع المقدل اقراب شهر من اللقافة مؤسسات الى شمال درفور اليوم نقفض الوقفات الاتجاجية لاننا وصلنا الى طريق مصدوط مع الهكومة ولم يسعى الى هلول المطالبنا ولم نجد اتجدية منه وهناك يعني تحاول متصاهل مع قضايانا وهذه هي نقمة عيش الامال والامال اكثر شريعة يؤانون شزف العيش في سودان لذلك هذه القضية قضية عاملين بالسودان عامة ولكن انا اليوم في شمال درفور ننفذ وقفة اتجاجية بسبيل انه نصعد حتى انها الحكومة كاملة خير منقوصة ما قلتنا لا نزيدوا لنا لكن احنا مطالبين بحقوبنا الفرض لنا مجلس السيادة احنا مطالبين بحقوبنا الفرض لنا مجلس السيادة والان احنا امام امامة الحكومة عندنا مذكرة هنسلمها لامينة عام الحكومة وان شاء الله وان شاء الله لكن احنا صبرناها اربع شهور فروقات اربع شهور بضافة لفروقات حتى الفرق بتاع العيدان ميزوا بين الناس ادوا المعلمين وخلوا بقية الناس فحاجة اصلا انت كلية ولا جزئية ان احنا ككل في الولاية ناخد حقوقنا كاملة ناخد حقوقنا كاملة لان احنا صبرنا اربع شهور وما في اي يعني ما في اي فاتحة خير بالنسبة للعاملين والغلاء الطاحن اللي عارفين انه انتم كمواطنين في ولاس شماء دارفور غلاء طاحن انه ان احنا ما بنقدر نتحمل لهذا الغلاء الطاحن وان شاء الله هتكون هذه هي سلمية وكلية لا جزئية حقنا كامل ممنى جامل عندنا ناس نقلوا نقل تأسفي برضو مطالبين انه حيعدوهم ان شاء الله بحمد الله تم تسليم مذكرة لسيد امين عام الحكومة لكل المطالب التي طلبها العاملون في الولاية سمان دارفور وانحنا على امل انه يتم البد فيها في فترة عاجلة حتى لا نضطروا ملزمين أو مرغمين للدخول في تصعيدات قد تتضرر منها الولاية وذلك ما لا نرجوه على الإطلاق نحن كموظفين خدمة مدنية عاهدنا انه انه ان احنا ما بنسكت عن استحقاقاتنا ونسكت عن حقوقنا بنظل نطالب بحقوقنا وعندنا أثاليبنا وعندنا وسائلنا السلمية في اننا نضغط ونحاول نطالب باستحقاقاتنا وما حتقيف المطالب في وقفة احتجاجية وغيرها بل ان احنا حنصطمير البيانة اللي تم تلوته في وجوده بيأكد تماماً انه الموظفين كلهم متفقين علي حاجات محددة وحاولوا يوصوها لحكمة الولاية واذا حكمة الولاية استجابت لها فبها اذا ما استجابت برطو هم عندهم او ان احنا كلنا كموظفين عندنا اسلوبنا وطريقتنا اللي بنقدر بناخد بيا حقوقنا شكراً جزيلاً